اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا في حفاوة كبيرة جدا من منظمين المعرض بدي اقدم بداية شكري لوزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة بمعالي الدكتور إهاب بسيسو وجميع القائمين على إدارة المعرض وصلت أنا بارح كانت في ندوة احضرناها برضو هي ندوة شعرية من ضمن فعاليات المعرض المعرض صراحة زاخر فعالياته خلال الفترة كاملة راح علينا كثير بس إن شاء الله القادم أجمل في اليوم كمان عرض سينمائي وفي توقيع كتاب صراحة يعني أنا أشعر كأنه وطني أشعر بين أهلي أشعر بهذا الحب التسامح الكرم الفلسطيني ما حسيت أني خارج وطني صراحة هذا الشيء بسعدنا ويعطيهم أكيد العافي كمان كل القائمين والعاملين على المعرض سيدة وداد كيف عم تكون إقانتك؟ والله أنا جيت نهار لحد وجيت نفسنياً وأنا جاية معانيها عندي فرح طفولي كيفش بش نكتشف المكان أول مرة بش نزورها لأنه كان حلم حتى كل أفراد العائلة تقولوا شنو تحب تجيبه يقول لك نحب شوية تراب للذكرى ففي الحالة هذية وقتاً لدخلت كأنا برؤية أخرى الأستاذ ناهل باعتباره يتابع أكثر مني معرض الكتاب أنا أتابع فعالية الكتاب بصدد كذلك التسجيل مجموعة من التحقيقات في كل الأماكن اللي زرتها مع ضيوف أيضاً المهرجين اليوم عندي نحب نشكر إذاعة صوت فلسطين لأنها مكنتني من السوديو بش نقوم بتسجيل برنامج ونبع ثلتوه نسيت بث يوم الغت هذا بالإضافة اللي حبيت نخرج كذلك خارج المعرض شوية في كل البلدان اللي مشيت لهم مشيت النابلس مشيت الجنين مشيت المخيمات مشينا البرح البيت لحم وغضوة إن شاء الله عنا الخليل فقعد نسجل مع الناس نحب تحية كبيرة للناس حفاوت الناس بنا خاصة وقت اللي يسمعوا بيك وفد عربي يسمعوا بيك من تونس وتعرف أنت علاقتنا متينة بالفلسطينيين وقت اللي معانا هما إخوة وتزوجنا من بعضنا وأصدقاء ما بعضنا وعلاقتنا ديما متواسلة وكل ما يجي وفد فلسطيني إلا يكون على رأسنا وقدش كنت لقائتنا مثلا حتى مع الشاعر الكبير لا يرحمه الأستاذ سميح القاسم معانيها العلاقة تمتد مش حتى تكون مرتبة بالعمل فقط فأنا فوجئت بجمالية المدينة بكل المدن اللي زورنيهم بتلقائت الناس اللي حبوا يبلغوا هالرسالة هذه وكذلك فوجئت بالحركية الكبيرة اللي موجودة في المعرض والأعمال اللي على هامش المعرض سواء كان نادوات سواء كان معارض للرسوم جميلة برشا فما كذلك تجارب شبابية اللي على الرمل وغيرها فما زوس إخوة اللي عملوا روايات وعملوا سور وبعد حولوها باليد تحكي فلسطين أنا أقول مرة هذية معرض الكتاب فلسطين مش تقرى فقط فلسطين تفرح فلسطين تستعد لحياة جديدة فلسطين صوت حرية وصوت تصدي أنا عملت حوارات مع الأطفال في المخيمات يفاشؤوني تقولوا شنو حلمك يقولي نحب نتعلم نحب نكبر نحب ندرس نحب ندفع على بلادي تقول له فرحان يقول لي فرحان تقوله تحتاش حاجة يقول لي ما نحتاج ولا شي ويقول لي مرحب بيكم يعني بهالعبارة حلم طفل معناه سبعة سنين وثمانية سنين وعشرة سنين أكبر إجابة لكل معناها التساؤلات اللي ترحوها المسؤولين والسياسيين على التاولة يعني أنا أسمعكم بسوطة وما بديش أقطعة بحكيك لأيما كمان مرات عيون الناس بتشوف صور الناس بحياتها اليومية نتيجة الألم والتراكم مرات بفقد هاي حتى الشيء الجميل أنت عم تحكي عنه ولكن بس ما شك يعني كمان إحنا ثقة في أنه أرضنا مليئة بهاي الوجوه الجميلة ولكن دائما إذا بيكون في ضيف يعني ضيف محل زي ما بقولوا إحنا بالعامية الفلسطينية بشوف يمكن صور جميلة إحنا كمان اشتاقنا نسمع عنها أستاذ نائل يعني يعني أديش علاقتك كانت أول مرة بتزور فلسطين ولكن أنت كمان على علاقة وطيدة بمثقفين وبالدائرة الثقافية الفلسطينية أديش كمان بالنسبة لك مهم أن تكون تواجد وكمان أديش مهم للكات بيكون في وسط ثقافي في دول أخرى هو بيعتبر أنه فيها مثقفين لهم يعني أثر على امتداد الفلسطين والعربي أيضا بداية بدي أناوه أنه فلسطين هي ليست يعني مجرد مركز للثقافة هي تلوم المثقفين في هذا الفعالي فبالتالي مشاركتي بالمعرض وحتى يعني زي ما تفضلتي أنه كان فيه أصدقاء متصلين معهم متقفين أدباء روائيين إعلاميين من فلسطين طبعا عن طريق زياراتهم إنا أو عن طريق التواصل الاجتماعي لكن حضورك إلى فلسطين هو حضور جمالي بمعنى الكلمة وأقصد أنا هنا أنه الحلم يعني هو حلم بداية كان فأن يتحقق هذا الحلم وتكون فيه على الأراضي الفلسطينية أن ترى المدن الفلسطينية أن تقابل بهذه الابتسامة وهذه الابتسامة على فكرة ليس لأني ضيف يعني أنا لأنه بلهجتنا يعني الأردني أو الملسطيني هي لهجة واحدة أنا وجدتها في المخبز وجدتها في السوبر ماركت وجدتها في معساق التاكسي فهذه الابتسامة هي الطابع العام طبعا أرجع يعني أحكي عن التجمع أو الظاهرة الثقافية الكبيرة هذه الظاهرة أعتقد ترسخ أن فلسطين هنا وأن النجاح في الفعالية هو بحد ذاته صمود وقدوم المثقفين العرب إلى فلسطين هو بالنهاية مؤازرة هو تأكيد على الهوية الفلسطينية بدي أقول كلمة يعني عن جد من الصبح بأحكيها تحيا فلسطين تحيا فلسطين وتحيا الروح النزالية اللي أيضا فيها بحب لتعرف عليكم عن قرب كمان يعني الناس تسبقهم سيارهم الذاتية وكمان جمهور مرات مكربو وختلف بحاجة أن يتعرف عليكم عن قرب أكثر وإذا تحكينا أكثر عن تجربة في مجال الإعلام كنت تقدمي برنامج شبيه بالبرنامج اللي احنا اليوم في موجودين ومؤخراً عم تشتغل لسنوات طويلة في إذاعة تحكي لنا أكثر عن تجربة تقريباً أنا دخلت للإذاعة منذ سنة 87 وفي إذاعة الجهوية بالمنسير ثم انتقلت إلى الإذاعة الوطنية بعد سنتين فإننا نعتبر مخذر ما لإني عشرة ناس وأسماء كبيرة مرت في الإذاعة الوطنية ولإننا نتعامل مع الجيل الحالي ثم أغلبها كانت مباشرة وفهم بعض البرامج البسجلة اللي اشتغلتها مع ناس يعتبر أسماء مهمة في تونس وفي تاريخ تونس أيضاً وخاصاً في تدوين للحياة الثقافية في تونس سابقاً وبرامج كانت اجتماعية وكانت فنية ثقافية فيها مجموعة من المنوعات ننتقل برشاً عن برشاً تحقيقات لإني نحب نشوف الناس على طبيعتهم نشوف نواقع الناس ننقلوه ونبلغ صوت الناس وهذه مهمة كبيرة ومن أهم المهمات للأعلميين والأعلميات وما عنديش مشكلة وقت انتي قلت كيفاش تقوموا الصباح وتقوموا في الليل وتسهروا أنا نعتبر روحي متجندة يعني العلميين الكل نكونوا متجندين في أي وقت نكونوا حاضرين أنا يترق بيبي في أي وقت ولا يرن الهاتف لأخاف يعني في أي وقت نكون نجمة مطلوبة للعمل ثم قدمت مجموعة من البرامج التلفزية قدمت عشرة حلقات لبرنامج اسمه سهرة زمان اشتغل على الفنانين الكبار لما زيارته مكلفوم زيارة عبد حليم زيارة فريد الأترش نجاة الصغيرة وقت اللي يجيوا لتونس وغنيه وحطيت الأغاني اللي مريتهم كل من الحفلات وجبت حتى الناس يحتفظوا بالتذاكر وذكريات جميلة ثم كان عنا برنامج اسمه لكل الناس مع مخرج كبير اللي يرحموا سي جميل دي برحال خمسة سنوات مباشرة بدون انقطاع اللي وعملنا برشة برامج من عدة محافظات انتوا قول محافظات سبقونا من خلال البرامج هذه وعطينا فرصة للشباب باش يكون هونالك امتداد على مجال ثم كان عنا برنامج بساعة اسمه قيت حلو نقدم فيه بطريقة إيقاعية نشط ثقاثي كان عندي برنامج خاص بإيقاع المهرجانات كذلك سهرات رمضانية نقدم حفلات نستذيف يعني عندي هواس بالمثقفين لاني أنا نؤمن انه بالإبداع نجمو نواسلوا بالإبداع نجمو نكبروا بالإبداع نجمو نحقوا أمنينا وطموحاتنا وكشفت انتي معناها في نهاية الأمر شنو يبقى يبقى ما كتبا يبقى التاريخ الذي يتحدث عننا ونتحدث عن أجدادنا وعن أسلافنا والآن مهمتنا صعبة أكثر ماذا سنترك للجيل الحالي ماذا سنترك لأحفادنا يعني احنا جددنا تركونا أثار مثلا حجارة اللي هي منقوشة اللي هي تحكي تاريخ اليوم شنو باش نخليولهم هذي مسؤوليتنا احنا باش نحسوا نحسوا الناس ونحثوهم على أنه يزمنا نكونوا يد واحدة معناها مش كلام فقط يزم الإنسان كي يخدم يخدم بفكر نير وبعمقه بقلبه بأحساسه أيضا قديش كمان حلو نعرف أنه المعرض فعلا قدر يوصل لهاي الشخصيات مثلك يعني بهاي التجربة كمان العليقة تكوني كمان حاضرة أكيد احنا كمان على ثقة أنك رح تحملي معك كل شي شفتي بفلسطين كمان إلى تونس والجمهور التونسي أستاذ أستاذ نائل يعني أنت شوي نحن نحكي عن سيرتك وأنا كنت عم بسألك وأنت داخل أنت حصل على دكتوراه في مجال الاقتصاد ورغم هذا أنت روائي وقاس أيضا عندك مقالات تنشر قصص قصيرة أيضا وأربع مؤلفات آخرها في عام 2016 احكي لنا أكثر زي ما اتفضلت أنا دراستي دكتوراه اقتصاد ومتخصص كمان في الاتصالات طبعا وأشتغل في وزارة الاتصالات حاليا كمستشار وكمدير للاستثمار بجوز الفصل بين القراءة والكتابة والإبداع بحد ذاته والجانب الفني أو الجانب الأكاديمي وسأكون أنا نحكي أنا مياك ندرتش قبل المقابلة أنا باعتقادي هو يتري نص الأديب وكثير على فكرة من المتقفين والأدباء هم بالأصل يعني تخصصهم مش لا لغة عربية ولا أدب ولا فهي أعطتني تجربتي بالإقتصاد صراحة أعطتني كثير وسيلة للكتابة وأفق كبير عندي الآن أربع مؤلفات عندي مجموعة قصية كانت في 2013 بعنوان المرفى هي الأولى الأولى ثم أصدرت بعدها مذكرات من تحت بيت الدرج رواية بعدها ديوان شعر قصير اسمه نكاية بالشعراء والأخيرة كانت غواية لا تود الحديث عنها أيضاً رواية لو سألتك عن الهاجز البشغلك يعني يعني شغفك تجاه الكتابة إيش بيقولك الإنسان صراحة أنا يعني معظم الكتابات حتى في المقالة أنا أكتب لأني كنت مقال ساخر الإنسان هو الشغل الشاغل صراحة لأن الإنسان هو المهم يعني بالنهاية أنت تبدع للهيومين بين اللي هي الإنسانية بحد ذاتها فبالتالي أنا أهتم بهذا الجانب بالرؤم أني استخدمت في قصصي الجوانب أخرى يعني لكن بالنهاية تصب في الناحية الإنسانية السيدة ودد أسألك يعني مقدرين هذا السعاد اللي غمرتك بوجودك أيضا وفي العمل في هذا المجال ولكن كمان أكيد كان عندك فرصة تزوري معارض كتب يعني تونس هي أم ومركز في هذا الجانب هل كمان فيه نقاط بتحب تحكي عنها أكثر كيف كان تنصيق معك كإعلامية هل كان فيه تسهيل بوجودك أو بتعاملك مع الشخصيات كلها كل شيء تحتاجيه كان موجود ذا عندك كمان تعليقات يعني مشوف الجانب الإجابي بالنسبة للمعرض كمان يعني دايما فيه دروس مستفادة لحبه لسنوات قادمة فإذا كمان عندك تعليقات بنحبها نسمعها أحنا تجربتنا سابقة في تونس معناها في معرض الكتاب لكن أنا دي ما أقول مجرد أنه الفعل الثقافي قائم هذا في حد ذاته مجهود مجرد أنهم الوزارة خمد معناها في النخبة هذه الكل ومش ساهل يعني الدخول ومش ساهل وانتي تعرف الظروف اللي تمروا بها وانمروا بها معنتها موش ساهل أنا منجمش نقول لحقيقة أنا نظيفة فولو حتى تقولي أنت شو تحب فيمتك ننقط حاجة ولا فهمش حاجة ميش باهية لحقيقة لحتى كان فهم بصراحة منجمش نقول لك بصراحة لكن أنا اللي لحظته أو الحاجة مهتمين بنا أنهم خسين حافلة بشترزن العديد البلدين وفي نفس الوقت اللي يعجبني هالتوزيع يعني المبدعين مش فقط موجودين هنا في رمالة يعني كل الأماكن اللي مشينا فيها فما ندوات البرح في مخيم الدهيشية كانت فما ندوة كانت فما أمسيا شعرية معنيها هذي التوزيع باهي والتنوع مشينا الجامعات أيضا فما شكون عنده مداخلات في جامعة بيتزيت اليوم مثلا هذي حاجة باهية ثاني حاجة فرصة أنه أنا بالنسبة لليت التقيت بأسماء أخرى وبناس أخرى مش نفس الناس اللي نجم نشوفهم في تونس باعتبار نوعية البولدين أيضا اللي مدعوها هذي حاجة مهمة ثم الحقيقة لهين بينا ما تحب اللطف اللي موجود فيهم سيوى منهم لدرجة انك تخزن تحشم يعني تقول له فهذه الظروف بلاد معنية شوف ظروفها كيفاش اقتصاديا كيفاش ومرا كيفاش لكن يوفروا لك هذا الكل ويقول لك بالعكس معنطا مفروث أنا نزيد نعاون مش أنا نطلب هذي حاجة ثم حاجة أخرى بربيذية سورة نحب ننقلها كذلك للناس تبركلها على الخيرات اللي موجودة أنا نقول كأنها قطعة من الجنة يعني موجودة لهنا من ورود من أزهار من الناس لهين معنى حقيقة المعتنين كذلك جمالية اللي شفناهم الحجارة الهامة فما وجهة آخر فما سورة أخرى لكن أنا نحب نقول دعوة للإعلاميين وقت اللي يوريه سورة اللي هي توري الوضع كذلك المؤلم في فلسطين تعطي سورة أخرى للناس اللي قاعدة تخدم الناس اللي قاعدة تنشط الناس اللي قاعدة تفيد في نفس الوقت يعني باش ما تكونش سورة فقط قادمة نعملوا بالتوازي لأنه إذا كان مورينيشوا سورة هذي نقولوا كأننا حياة منعدمة لكن موش صحيح ونحب تحية كبيرة للوزارة اللي استدعاتنا للسفارة تونسية أيضا اللي الحقيقة سهرت علي باش نقدم البرنامج هذا اللي باش نقدمه طبعا وكذلك تحية كبيرة لأهالي غزة اللي روحوا اليوم برشا مثقفين اليوم يعني انتهت مدتهم وكانوا عاملين جو كبير ونحب نحييهم برشا لأنهم دموع الكل كانت في عنينا نس كل ونحن مسلمين عليهم وكانت فرصة أننا تعرفنا على وضعيتهم وعلى فكرهم وعملنا برشا تسجيلات أيضا إن شاء الله نمتعو بها سيد المستمعين وقت اللي روحوا للتونس يعني كم السعادة الموجودة عندك هي متفاقمة في قلوب الفلسطينيين بس يسمعوا كمان هذا الشيء أستاذنا هل في خطتك التقاء يعني مثقفين أو أماكن خاصة في زيارتك أنت حابب تزولها أو حابب أشخاص تلتقي فيهم طبعا يعني من الأردن أنا عندي هذا السكج والحافل بالأصدقاء وكان كثير من الأصدقاء يعني لسه ما وصلتش كانوا يبعتوا لي أنه وصلت ما وصلتش طبعا عندي صراحة وهذا هاجس وهو أيضا حلم أني أزور القدس إن شاء الله يعني عندي ترتيب أني خلال اليومين أكون بالقدس وأزور القدس وألتقي طبعا هنا في المعرض في أرض المعارض في بعض الأصدقاء الأدباء المتقفين روائيين وحتى يعني أنا في ناس اتعرفت لما تفضلت أداد أنه في ناس اتعرفت عليهم في المعرض في حكم الجلسات في حكم الفعاليات اللي موجودة وفيه كمان يعني شي جميل أنه الفلسطينيين نفسهم يعني إذا فيه واحد مثلا من الجزائر أو من المغرب العربي أو من تونس أنه هما يعني بكون فيه هذا أنه نائل وداد يعني هما بعرفوك فهذا التعارف حاصل كثير أنا باعتقاد راح تكون نقطة تحول عندي يعني ليست مجرد زيارة ليست مجرد صراحة أنا أزور فلسطين يعني أنا أزور فلسطين أنت في فلسطين أنا في فلسطين فأنا كتبت الصبح يعني كتبت هنا فلسطين أرض المحبة وسلام على أرض الواقع يعني يعني هذه كلمات بجزء ما بدي أطيل فيها لكن الشعور اللي في داخلنا صراحة هو شعور محبة يشعر من وجوه الناس نشعره غير تكلف وأحيانا أنت ما بتقدر توصفه حتى هذا الشعور أتمنى لكم إذن إقامة جميلة شكرا على حضور في هذا الصباح اللي بترك أثر كمان عند مشاهدين وجمهورنا وهي دعو للناس أكيد بالتوجه لمعرض فلسطين الدولي اللي ستحت عنوان أنا أقرأ هو موجود من مدينة رمالله وكمان ستعم تعرفوا أنه في وفود عربية عن تجول فلسطين فأكيد كمان يعني زيدوا من زخم الاستقبال الإيجابي لزوارنا شكرا كتير يتعرفوا على مجموعة أيضا من العربين والتجارب أيضا يعني كلمة أخيرة دعواجه شكري لحضرتك والمنظمين في القرارة الفلسطينية شكرا لقرارة الفلسطينية شكرا فلسطين حينما شكرا كتير لإلكم راندا فقط باش نخدم نحب تحية لكل الشعب الفلسطيني لكل مسؤولين يلي سهروا على راحتنا تحية لكم أنتوما كفريق عامل من عشق ديش عمر كامل رفيكة قريبة رفيكة قريبة البنتي لينونا بنتي عمرها 22 سنة وسميتها ياسمين لأنه رمز الياسمين في تونس فأنا أنتم نحييونا بالزيتون وأحنا نحييوكم بالياسمين والفل التونسي وإن شاء الله كما أحنا موجودين عندكم يا ربي تبدو أنتم موجودين عنا وإن شاء الله كل الحواجز معناها تمحق خليني يقول مدينة فلسطين مدينة تسكننا قبل أن نزورها هذه كلمة اللي نختم بها وشكرا لكل هذا الحب الكبير يعني في الوقت اللي بنعيش فيه ظروف صعبة محليا وعربيا بيجي الأمل من أشخاصه من زياراته من كلماته وبمحي كل شيء هذا بعطينا أمل بعطينا جهيل كمان صغير أمل في مستقبل دايما أفضل كمان من كلماتكم ووجوهكم شكرا لكم كمان أكيد دانسي راند أني من بلاد إرادة الحياة طبعا وشعرنا الشابي إرادة الحياة أيضا أجدها هنا يعني كأنه وزحها لم يختصرها في تونس فقط كأنه وزحها وإن شاء الله تمتد القوة أكثر من هذه الإرادة أنا لو علي بدي نضل الحلقة هيك يعني هم بيحكوا لي بداني خلصنا الوقت وأنا بدي أضلي يعني إحنا نستمتعين يعطيكم ألف عافية وإقامة جميلة رح ندخل إلى فاصل ونستكمل خليكم معنا إلى اللقاء